بيبدأ المسلسل بتاعنا مع الدكتورة عيدة اللي بتشتغل في سيد العقارب وبنشوفها وهي في الصحراء وبتصطاد عقرب نادر وبتحتفظ بيل نفسها وبترفض تبيع الحمدان تاجر العقارب اللي بتتعامل معاه وبتقوله ان العقرب ده سمه جديد جدا والقرصة منه بتموت في لحظة وبالليل بتوصل عيدة لمكان شغلها اللي مخزنة فيه العقارب وبتطلب من ريمون المساعد بتاعها انه ياخد العقارب الجديدة وبتكلم جزا ياسين في التليفون وهي مبسوطة وبتقوله انها لقت العقارب اللي بتدور عليه من 3 سنين فبيبان ان ياسين بيحب مراته وبيشجعها على شغلها وبيتفقوا انهم هيخرجوا سوا بالليل وبعدها بتبدأ عيدة تشتغل على العقارب اللي جابتها وبيبان انها بتستخلص السم بتاعهم وبيتبيعوا وبعد شوية بننتقل لعيدة وجوزة ياسين وهم خارجين وبنعرف انهم اولاد عام وبيحبوا بعد من زمان وبنعرف كمان انهم متجوزين من سنين ومش عارفين يخلفوا لان الحملة دايما ما بيكملش واسناء الفجر بننتقل لحسن والد عيدة وبنشوفه هو بيزعق لعيشة بنته الصغيرة لانها سهرانة وبيبان انه راجل سعيدي وجديد جدا مع بناته وبعدها بيروح حسن وبيقابل مصطفى وعلي اولاده وبياخدهم علشان يصلوا الفجر زي ما متعودين وتاني يوم الصبح بننتقل لعيدة في بيتها وبنشوفها بتصحي جوزة ياسين لان عنده طيارة بالليل وبتفكروا انه لازم يقابل والده اللي هو عمها وبعدها بننتقل لاسماعيل والد ياسين وبنشوفه مع مراته التانية ساميحة اللي اتجاوزها على والدة ياسين واللي مخلف منها ابن واحد بس وساعتها اسماعيل بتجيله مكالمة من بنته ولاء اللي بتبلغه انها تخنقت معجوزها ومد ايده عليها فبيتعصى باسماعيل وبيطلب منها تلم شندتها وبيقولها انه هيبعت اخوها سامح علشان ياخدها وفي نفس الوقت بننتقل لسامح اصغر واحد في اولاد اسماعيل وبتجيله مكالمة من والده وبيبلغه باللي حصل لاخته وبيطلب منه يروح لبيت ولاء علشان ياخدها ويوديها لممتها لكن والدة سامح بتكون متضايقة لان ابنها هو اللي هيروح وبتقول لجوزها ان شقيق ولاء هو اللي المفروض يساعدها وبتكون اصدها على ياسين وبعدها بننتقل لولاء اخت ياسين في بيتها وبنشوف سامح اخوها الصغير وهو رايح ياخدها لكن جوز ولاء بيوصل وبيبنعها تخرج فبيتعصب سامح وبيضرب جوز اخته علشان يرجع حقها وبعد شوية بنروح لاسماعيل في شركته اللي بتجيله مكالمة من بنته ولاء وبتبلغوا انهم في القسم فبيجري اسماعيل بسرعة علشان يلحق اولاده وفي نفس الوقت بننتقل لياسين في بيته وهو بيكلم مامته وبيعرف منها اللي حصل مع اخته ولاء وبيكون متضايق لان محدش بلغه واكيد والده هيزعل منه لانه ما تدخلش وبعدها بننتقل لبيت حسن والد عيدة وبنشوفه مع اسماعيل اخوه علشان يحله مشكلة ولاء وبنعرف ان سامح ضرب جوز اخته لدرجة انه عمله عايها مستديمة وبيباني ان اسماعيل قلقان لان ابنه سامح ممكن يتسجن لكن حسن اخوه بيطمنه وبيقوله انه هم هيخلصوا الموضوع بالفلوس مع جوز ولاء وبيطلب من علي ابنه يقابل جوز ولاء بنفسه ويوصل معاه الاتفاق علشان يطلق ويتنازل عن المحضر وفعلا علي بيسمع الكلام وبيوعد عمه انه هيخلص الموضوع بموضوع ولاء من بدري لكن اسماعيل بيتريق على ابنه وبيقوله انه كان هيضيع حق اخته لو اتدخل لانه مش بتاع خناقات ولا مشاكل وبيحرج ياسين قدام العيلة كلها وبعد شوية بننتقل لسامح وبنشوفه بيكلم ياسين اخوه الكبير اللي بيطلب من سامح يعطي عليه في الورشة بتاعته لكن والدة سامح بتسمع المكالمة وبيباني انها مش بتحب سامح يقرب من اخواته لانهم مش من نفس الام وبعدها بيوصل سامح للورشة عند ياسين اللي بينصحه يبطل خناقات شوية وبيكون خايف على سامح لانه اخوه صغير وبيباني ان ياسين قريب من سامح وبيحبه بالرغم من انهم اخوات من الاب بس وساعتها عيدة بتفكر ياسين بمعادة طيارة وبتقوله انه لازم يتحرك وبالليل بنروح لعلي اخو عيدة وبنشوفه وهو بيقابل جزء لا اللي حصل له لعيها وبيحاول يوصل معاه الاتفاق علشان يتنازل عن المحضر وبيقدر يقنعه ب2 مليون جنيه علشان يطلق ويتنازل وبعدها بننتقل لعيدة في مكان شغلها وبتطلب من ريمون يطلع العقرب النادر اللي جبتهم بارح وبتقوله انه احسن يروح لانها هتسهر في المكان وبعد شوية بتكون عيدة لوحدها وبتبدأ شغل على العقرب السام اللي استطيتهم بارح وفي نفس الوقت بتبعت لجزءها على الواتساب لانه مسافر لكن فجأة العقرب بيقع من ايد عيدة على الارض وبتلحقه بسرعة وبتشيله في العلبة بتاعته لكنها بتحس ان العقرب قرصها وبتكلم علي اخوها علشان يروح ويلحقها وبتحاول تنقذ نفسها بالموضات للسموم لكن السم بيكون وصل لها وبيغم عليها لحد ما علي اخو عيدة بيوصل وبيتصل بالاسعافة علشان ينقذ اخته وتاني يوم بنشوف عيدة بعد ما فائد في المستشفى وبتشكر علي اخوها انه لحقها وانقذها وبيوصل ياسين جزء علشان يتطمن عليها فبيقول علي انه كان لازم يبلغ ياسين لانه صاحب عمره ومستحيل يخبي حاجة عنه وبالليل بترجع عيدة للبيت وبيتخانق معيها حسن والدها بسبب شغلها وبيكون قلقان على بنته لان كل شغلها مع العقارب وبيقول لها ان الشغل ده مش مناسب للستات لكن علي بيتدخل وبيقدر يهدي والده وبيطلب من عيدة تطلع مع جوزها لشقتهم وبيباني ان والد علي بيحبه اكتر من كل اخواته وبيسمع كلامه في اي حاجة يقوله عليها وبعد شوية بنشوف علي مع عفاف مراته وبنعرف انهم متجاوزين من زمان وعندهم من طولت وبيباني ان عفاف بتحب عيدة اخت جوزها وبتكون صعبان عليها لان عيدة مش بتخلف وتاني يوم بننتقل لعيدة في مكان شغلها وبيباني انها ما سمعتش كلام والدها وكررت ترجع تاني وبتكمل شغل على نفس العقارب اللي سمها وبعدها بننتقل لعلي اخو عيدة اللي بيكون مع ياسين وبنعرف انهم اصحاب من طفولتهم وقريبين من بعض وبيكون ياسين عايش مع عيدة واخوتها في بيت العيلة بتاعهم وساعتها ياسين بيقول ان هو وعيدة بيفكروا يسيبوا بيت العيلة لان عيدة بقت تتخانق كتير مع والدها لكن علي بيقول لياسين انه بيتطم من طول ما هو موجود في البيت لانه مصطفى اخوه مريض توحد واخته فاطمة ملهاش لازمة هيوجزها وبعدها بننتقل لساميحة امراض اسماعيل وبنشوفها بتنصح ابنها سامح علشان ينزل الشغل مع والده وبتقوله انه لازم يفهم كل حاجة في الشركة علشان بعد موت بابا ياسين واخواته هيسرقوا كل حاجة لكن سامح بيقول لها انه مش حابب يشتغل مع والده وبيفهم مامته انه داخل شغل كبير جدا لوحده ولو نجح هيكسب فلوس كتير وساعتها بابا هو اللي هيترقاه علشان يمساكله الشركة وبعدها بننتقل لسماعيل الغول في شركته وبنشوفها ناق بنته الكبيرة وهي بتزوره وبيبان انها متجوزة من واحد اسمه ممدوح واللي بيكون شغال عند والدها في شركته وساعتها اسماعيل بيحس ان بنته هناء عوزة حاجة خصوصا انها جايبة ادهم حفيده معها وساعتها ادهم بيقرب من جده اسماعيل وبيقوله انه عاوز يتجوز نورة قريبتهم اللي بتكون حفيدة حسن اخو اسماعيل وبعدها بننتقل لحسن وهو قاعد مع بنته فاطمة وبيقول لها ان ادهم حفيد اسماعيل اتقدم لبنتها وبتكون العيلة كلها موافقين ومبسوطين وبالليل بننتقل لعلي وهو نايم جنب امراته لكنه بيصحى وبياخد تلفونه وبيخرج من القوضة فبتحس عفاف وبتصحى من نمها وبتشوف علي بيتسحب وهو خارج وتاني يوم بننتقل لحميدة زوجة اسماعيل الاولى وبنشوفها قاعدة مع بناتها هناء وصفاء وبنعرف ان صفاء متجوزة من مصطفى ابن عمها اللي بيكون عنده توحد لكن مع ذلك صفاء بتكون مخلفة من مصطفى وبتحبه وبتدفع عنه قدام اختها هناء اللي بتقول على مصطفى مجنون وعبيد فبتقول لهم صفاء ان مصطفى جوزها قطيب واحد في الدنيا وبتمشي من بيت مامتها وهي متضايقة وبعدها بنروح لاسماعيل الغول في شركته وبنشوفه مع بنته ولاء اللي لسه متطلقة وبيقول لها اسماعيل انه مش عاوزها تقعد في البيت علشان ما تزهقش وانها لازم ترجع تشتغل في الشركة تاني وساعتها اسماعيل بينادي على معتزل مساعد بتاعه وبيطلب منه يوصل ولاء لمكتبها الجديد وبالليل بيروح اسماعيل وبيزور حسن الدرهام وبنعرف ان هم مش اخوات بجد لكنهم اصدقاء لأكتر من خمسين سنة من ساعة مكانه هم الاثنين عمال وبيشيلوا التوب والاسمنت وبيتفقوا سوا على خطوبة أدهم ونورة أحفدهم وساعتها حسن بيقول لصاحبه انه حاسس ان نهايته قربت وبيوصي اسماعيل على ابنه علي لو حصل له حاجة فبيقول له اسماعيل انه بيعتبر علي زي ابنه وبيطلب من حسن يبطل التخريف اللي بيقولها وبعدها بيروح اسماعيل لبيته وبيقابل سميحة براته اللي بتقوله انها مستنيال انها ما بتعرفش اتنام طول ما هو برا فبيقول لها اسماعيل ان هي كمان وحشته وبيطلب من سميحة تحصله على القوضة وساعتها سميحة بتبعت رسالة الواحد تاني وبتقوله ان جوزها اسماعيل جي ومش هتقدر تكلمه وبيبان ان سميحة بتخون جوزها مع واحد تاني وبتقوله ان هي بتحبه وفي نفس الوقت بننتقل لعلي وهو في مكتبه وبيبعت رسالة الواحدة وبيقول لها انهم محتاجين يتقابلوا ضروري وبعدها بنرجع تاني لسميحة وهي بتبعت لحبيبها لكن سامح ابنها بيرجع فجأة من برة وبيبان ان طريقته متغيرة مع والدته فبتحس سميحة ان ابنها سمعها وهي بتبعت الرسالة لحبيبها وبعدها بننتقل ليسين وبنشوفه وهو طالع لبيته وبيقابل صفاق اخته عالسلم اللي بتكون متجاوزة من مصطفى اخو عيدة وعيشة هي وياسين في نفس البيت وساعتها صفاق بتوصي اخوها انه يروح يزور مامتهم وبتقوله ان والدته زعلانة منه ونفسها تشوفه وبعدها بننتقل لعالي اخو عيدة وبنشوفه بيزور نورة بنت اخته فاطمة وبيديها سبايك دهب هدية بمناسبة الخطوبة بتاعتها وبيطلب منها ما تحكيش لفاطمة مامتها ولا لأي حد وتاني يوم بننتقل لعيدة في بيتها وبنشوفها قاعدة مع عفاف مرات علي اخوها وبتقول لها عفاف انها شك ان علي بيخونها لانه اخر فترة بقى غريب ودايما بيتكلم في التليفون بالليل لكن عيدة مش بتصدق ان اخوها ممكن يخون مراته وبتقول لها ان علي مستحيل يعمل كده وبتفكر عفاف ان علي هو اللي شايل شغل والدهم كله واكيد مضغوط في الشغل مش اكتر وبعدها بننتقل لبيت اسماعيل الغول وبنشوف سامح ابنه وهو بيسلم على اهله خارج وبيبان انه مش طايق يتكلم مع والدته فبيفكروا اسماعيل ان النهاردة خطوبة ابن اخته وبيقول لسامح انهم لازم يروحوا سوا لكن سامح بيقول لولده انه هيروح من بره لوحده وبيخرجوا بيسيبهم وبعد شوية بنشوف العيلة كلها وهم بيجهزوا مع العروسة وبيبان ان عيشة اخت عادة صغيرة مش مبسوطة وبالليل بتبدأ خطوبة نورة وادهم وبنشوف العيلة كلها سعدة وبيرقصه لكن عيشة بتفضل قاعدة على جنب الوحدها وبيبان انها مركزة مع سامح اللي بيمشي من المكان من غير ما يتكلم معها وبعد شوية بنشوف علي وهو رايح لحسن والده وبيقوله انه لازم يمشي بدري من الخطوبة لان عنده شغل في الشركة وبعدها بنشوف علي وهو رايح لشركتهم مع السواق بتاعه وبيبلغ السواق يستنى تحت في العربية لحد ما يخلص وبعد شوية بنرجع تاني للخطوبة وبنشوف والدة سامح وهي بتكلمه في التليفون لكن بيبان ان سامح بيقول لمامته انه عمل مصيبة لدرجة انها بتتخض وبتروح بسرعة لسماعيل جزهة وساعتها اسماعيل بيتوتر وبيقول لحسن صاحبه انه لازم يمشي دلوقتي لانه تعبان وبعدها بنشوف اسماعيل مع امراته في الشارع وبيبان ان سامح ابنهم عمل مشكلة كبيرة وفي نفس الوقت بنرجع تاني للخطوبة وبنشوف الغفير وهو بيجري وبينادي على حسن درهام وبيقوله انه علي تقتل في الشركة بتاعتهم وبعدها بتجري عيدة مع جزه ياسين علشان يروحوا للشركة وما بتكونش مصدقة ان علي اخوها تقتل واول ما بيوصلوا بيلاقوا البوليس موجود في كل مكان فبيطلع ياسين بسرعة لمسرح الجريمة لكن والد عيدة بيزعق لها وبيمنعها تطلع لمسرح الجريمة وساعتها السواق بتاع علي بيروح لحسن وبيقوله ان سامح ابن اسماعيل الغول هو اللي عمل كده وبيقوله انه كان مستني علي في العربية وشاف سامح وهو نازل بيجري من الشركة وساعتها عيدة بتسمعهم وبتعرف ان اخو غزها قتل اخوها وفي نفس الوقت بيطلع ياسين على مسرح الجريمة وبيشوف صديق عمره هو ما يتقدامه وبيبان ان الزابط المسؤول عن القضية يعرفهم شخصيا وبيقول لياسين ان سامح اخوه هو القاتل وبعد ما ياسين بينزل من مسرح الجريمة بيقابل مراته ومش بيقدر يواجهها بعد ما اخوه السغير قتل اخوها وبعدها على طول بننتقل لبيت اسماعيل الغول وبنشوف سامح ابنه هو بيحكي له عن اللي حصل وبيقوله انه قتل علي الدرهام بالغلط وهرب وساعتها اسماعيل بيتعصب وبيضرب ابنه بالقلم لكن سامحة بتدافع عن ابنها وبتمن سامح ان هي وباباها يقدروا يحموا فبيقول لها اسماعيل ان حسن الدرهام مستحيل يسامح في حق ابنه خصوصا ان علي كان اغلى واحد في ولاده وبيبان قد ايه اسماعيل متضايق لانه خسر صاحب عمره وبيفهم ابنه ان حسن وولاده مستحيل يسابوه لكن سامحة بتقوله ان محدش هيقدر يقرب من ابنها وبتقول اسماعيل انهم لازم يخبوا سامح لحد ما الدنيا تهدى وساعتها اسماعيل بيفتكر الفيلا بتاعتهم اللي في السحراوي وبيقول لها ان ده انسى بمكان سامح يستخبى فيه لان الفيلا مش باسمهم ومحدش يعرفها وساعتها اسماعيل بيفكر هيخرج ابنه يوصله لهناك ازاي فبتقوله سامحة ان عندها حد ممكن يساعدهم وبتطلع تليفونها وبتكلمه وبعد شوية بيوصل معتز مساعد اسماعيل في الشركة وبتطلب منه سامحة انه يساعدهم ويوصل سامح للفيلا التانية علشان يستخبى وطبعا معتز بيوافق انه يتسطر على سامح وبيطمن اسماعيل وسامحة انه هيشوف كل طرباته واول ما معتز وسامح بيمشوا بيكون اسماعيل قلقان وبيقول لمراته ان كده سرهم بقى عند معتز وممكن يبتزهم او يبلغ عن سامح لكن سامحة بتطمن اسماعيل وبتقوله ان معتز طيب ومستحيل يعمل كده وبعدها بننتقل لبيت حسن الدرهام وبنشوف عيدة وهي منهارة بعد موت علي اخوها ومش بتقدر تتكلم مع جزه يسين وبعدها بنروح لحسن والد عيدة وبنشوفه مع حسن الزابط المسؤول عن قضيات ابنه وبيبان ان حسن عاوز ياخد بطار علي وبيتوعد انه هيقتل سامح ابن اسماعيل الغول فبيحاول حسن انه يهديه وبيوعد حسن انه هيرجع حق علي بالقانون وبعدها بيروح حسن لبيت اسماعيل الغول وبيسأل عن مكان سامح ابنه وبيقوله ان سامح متهم بقتل علي الترهام لكن اسماعيل بيعمل نفسه متفاجئ وبيقول للزابط ان ابنه مستحيل يقتل وانه اخر مرة شايفه كان في الخطوبة وفي نفس الوقت بننتقل لسامح اللي بيكون وصل للفلا اللي هيستخبى فيها مع معتز المساعد بتاع والده وساعتها سامح بيطلب من معتز يكلم الديلر بتاعه وبيقوله انه لازم يجب له مخدرات ضروري وبعد شوية بننتقل لسامحة والدة سامح وبنشوفها بتكلم معتز في التليفون وبيبان ان سامحة ومعتز بينهم علاقة ومتصاحبين بالرغم من ان معتز في سن ابنها وبعدها بننتقل لحسام الزابط وبنشوفه مع شريف صاحب شركة كاميرات المرأبة اللي بيكون مسؤول عن الكاميرات في شركة حسن الدرهم وساعتها بنعرف ان كل الكاميرات اتمسحت بعد الحدثة على طول وما بيكونش فيه اي دليل لوجود سامح في الشركة فبيشرح شريف ان اللي مسح الكاميرات شخص من جوه الشركة لانه مستحيل التسجيلات تتحزف غير من الكمبيوتر الرئيسي في الشركة فبيستنتج الزابط ان اللي عمل كده شخص من عيلة حسن لانه قدر يدخل للشركة في يوم اجازة من غير محد يحس بي وبالليل بننتقل لحسن الدرهم وبنشوفه هو قاعد بيدعي الابنه علي في الجامعة لحد ما فجأة اسماعيل صاحبه بيظهر وبيطلب يتكلم مع حسن وساعتها اسماعيل بيحاول يأثر على حسن علشان ينسى موضوع التار بتاع علي وبيفكر حسن انهم اصحاب بقالهم خمسين سنة لكن حسن بيقوله انه مش هيسامح في حق علي ابنه وبيهدد اسماعيل انه هينتقم من سامح ومن عيلته كلها وبيحذره حسن انه لازم ياخد ابنه وبنته اللي عايشين عنده في البيت يأما هيقتلهم بعد دفنت علي على طول وساعتها اسماعيل بيتأكد ان حسن مش هيسامح في طاره وبيحذره ما يدخلش باقي الولاد في المشكلة علشان ساعتها العيلتين هيتضره وتاني يوم بننتقل لعيدة وهي في بيتها وبتفتكر علي اخوها قبل ما يموت بأيان وبيبان ان علي كان حاسس ان انهايته قربت وبيوصي عيدة اخته انها تخلي بالها من ولاده وبيقول لها انه عاوز ولاده يتعلمه زيها لان علي مقدرش يتعلم زي عيدة بسبب شغله مع والده وبنعرف ان مامتهم ماتت من وهما اطفال وان علي وفاطمة اخوات عيدة هما لربها وبعدها بنرجع للحاضر وبنشوف عيدة مع جزه ياسين وبتقول له عيدة انهم لازم يسيبوا بعض لان بعد اللي حصل العيلتين مستحيل يتجمعوا من تاني وبتفكر ياسين ان سامح اخوه هو السبب وهو اللي قتل علي اخوها وبعدها بننتقل لجنازة علي وبنشوف حسن والده وهو منهار فبيحاول مصطفى ابنه انه يصبره لكن حسن بيقوله انه هو مش هيرتاح غير لما ينتقل من عيلة اسماعيل الغول كلها وفي نفس الوقت بننتقل لسامح اللي قتل علي وبنشوفه مع معتز في الفيلا اللي هربان فيها وساعتها سامح بيستغرب ان معتز بيساعده خصوصا ان الموضوع كبير وممكن يتسجن وبيسأل معتز هو ليه بيساعدهم فبيقوله معتز انه بيعمل كده علشان بيحبه وبيعتبره زي اخوه وبعدها بننتقل لبيت عيدة وبنشوف ياسين محضر شنطته علشان يمشي وبيقول لعيدة انه هيسيبها في بيت والدها كام يوم لحد ما الدنيا تهدى وبعدها هيسكنه في بيت لوحدهم لكن عيدة بتفضل سكتة ومش بتقدر تنتق بكلمة واسناء ما بيكون ياسين نازل بيقابل حسن حماه اللي بينادي على ياسين ومصطفى ابنه وساعتها حسن بيقولهم انه هيبعت يجيب المأزون علشان ياسين يطلق عيدة ومصطفى يطلق صفاء لكن ياسين بيرفض يطلق عيدة وبيقول لحسن انه بيحب عيدة ومستحيل يسيبها فبيهدده حسن انه ممكن يقتله لو ما طلقش عيدة لكن ياسين مش بيهتمه وبيمشي ويسيبه وساعتها حسن بيدرب ياسين بالنار فعلا فبتسمع عيدة صوت الرصاص وبتروح بسرعة علشان تلحق ياسين وبعد شوية بنشوف عيدة في الاسعاف مع ياسين اللي بيفضل ينزف كتير وبتكون مرعوب عليه وفي نفس الوقت بنروح لحسن الدرهان في بيته وبنشوفه مع فاطمة بنته الكبيرة وغزها شوقي وساعتها شوقي بيقترح على حماه انه يستخبه كام يوم لحد ما الدنيا تهدى ويتطمنه على ياسين لكن حسن بيرفض يسيب بيته وبيقول لجوز بنته انه مستحيل يهرب ويستخبه وتاني يوم بنشوف فاطمة مع غزها شوقي وبتكون مستغربة سر اهتمامه بوالدها لان دي مش طبيعة شوقي فبيقول لها شوقي ان والدها يبقى ولي نعمته ولازم يقف معاه بعد موت علي ابنه وبعدها بننتقل لمصطفى الدرهان وبنشوفه هو بيطلق صفاء مراته بنت اسماعيل الغول وبيباني ان صفاء بتحب غزها ومش عاوزة تسيبه لكن مصطفى بيقول لها ان ده قدرهم ولازم يقبلوه وبعد شوية بنروح لعيدة في المستشفى وبنشوف الدكتور وهو بيطمنها على يسين وبنعرف ان يسين بقى كويس وعدى مرحلة الخطر وفي نفس الوقت بننتقل لسماعيل الغول اللي بتجيله مكالمة من بنته صفاء وبتبلغوا ان يسين اتضرب بالنار وساعتها اسماعيل بيجري علشان يلحق ابنه وبيقول لساميح امراته ان طول ما حسن الدرهام عايش هتفضل حياتهم كلهم في خطر وساعتها اسماعيل بيفكر انه يتخلص من صاحب عمره علشان يقدر يحمي اولاده وبعدها بنرجع تاني للمستشفى وبنشوف عيدة مع يسين بعد ما فاء وبيبين قد ايه عيدة ويسين بيحبوا بعض وفي نفس الوقت بيدخل عليهم حسام الزابط اللي بيكون صديق للعيلة وبيقول ليسين انه لازم يعمل محضر بالواقعة لانه مصاب بطلق ناري لكن يسين بيرفض يبلغ عن حماه وبيقول للزابط انه ما يعرفش مين اللي دربه بالنار وساعتها عيدة بتشكر يسين لانه ما بلغش عن والدها وبتقوله انها بتحبه ومش هتقدر تبعد عنه وبتتفق مع يسين انهم هيسيبوا بيت والدها وهيكملوا حياتهم بعيد عن المشاكل وفي نفس الوقت صفاء اخت يسين بتوصل فبتسيبهم عيدة وبتمشي علشان تجيب له هدوم من البيت وبعدها بنشوف عيدة وهي طلعة بيتها فبيوقفها والدها وبيطلب يتكلم معيها وساعتها حسن الدرهام بيفكر عيدة بطار اخوها وبيقول لها انها ما ينفعش تكمل مع يسين بعد ما اخوه قتل علي اخوها لكن عيدة بتقوله انها بتحب يسين ومش مستعدة تبعد عنه فبيترجاها والدها انها تقف جنبه وبيقول لعيدة ان هي الوحيدة اللي يقدر يعتمد عليها دلوقتي لان مصطفى اخوها مريض توحد وبيقول لها كمان انه كان غلطان لما بعدها عن شغل زمان وبيترجى بنته علشان تبقى ظهره وياخدوا حق علي اخوها من عيلة اسماعيل غول لكن عيدة بترفض انها تساعد والدها وبتقوله انها بتحب يسين وما تقدرش تأذيه وانها قررت تكمل حياتها معي وساعتها حسن بينادي على سيد السواق بتاعهم وبنعرف ان حسن هو اللي مربيه من يوم ما تولد فبيقوله حسن انه عاوز يقابنه على سر كبير وبيحلف سيد ان السر هيفضل بينهم لحد ما يموته وبيطلب منه يجهز العربية وهيحكيله عن كل حاجة في الطريق وفي نفس الوقت بننتقل للمستشفى وبنشوف اسماعيل الغول وهو بيزور ابن ياسين وبيوعيده اسماعيل انه هينتقم من حسن الدرهام وهيدفعه تمن اللي عمله في ياسين وبعدها بننتقل لساميحة مرات اسماعيل الغول وبنشوفها وهي بتستقبل معتزة حبيبها في البيت وبتقوله انه من هنا ورايح هيقدر يجيلها البيت براحته بحجة انه بياخد حاجات لسامح ابنها وساعتها ساميحة بتفهم معتزة انه عنده فرصة ولازم يستغلها لان اسماعيل قصة هيبقى مشغول الفترة اللي جاية ومش هيقدر يركز في الشغل والشركة وبتقوله معتزة انه لازم يثبت نفسه قدام اسماعيل لحد ما يبقى اهم واحد في الشركة وبعدها بنرجع تاني لحسن الدرهام وبنشوفه مع سيد السواق بتاعه وبيأمره حسن يستناه في العربية لحد ما يخلص وساعتها بيوصل شريف صاحب شركة كاميرات المرأبة وبيبان ان حسن هو اللي طلب يقابله وبنعرف ان شركة شريف هي المسؤولة عن الكاميرات في بيت اسماعيل الغول وهو بس اللي يقدر يشوف ويسمع اي حاجة في بيت اسماعيل فبيقوله حسن انه نفسه يعرف هو ليه ابنه تقتل وهو الوحيد اللي يقدر يعرف عن طريق الكاميرات وبيطلب من شريف انه يساعده ويراجع التسجيلات في البيت بتاع اسماعيل وشركته علشان يعرف ليه ابن اسماعيل قتل ابنه لكن شريف بيقول لحسن انه مستحيل يعمل كده لانه مش هيقدر يتجسس على عمله بتوعه فبيقوله حسن انه هيديله فرصة علشان يفكر في الموضوع وبيهدد شريف انه لازم يختار هيقف في طرف مين وفي نفس الوقت بنرجع للمستشفى وبنشوف اسماعيل الغول مع ابنه ياسين وبيباني ان اسماعيل بيحاول يصالح ابنه وبيعتذر لياسين لانه كان بعيد عنه طول السنين اللي فاتت وبيقوله ان حسن الدرهام هو اللي كان بيوقع بينهم وهو اللي كان بيبعد ياسين عن والده وساعتها اسماعيل بيبدأ يخوف ابنه من حسن وبيقوله انه طول ما حسن الدرهام عايش هيحاول يقتله تاني علشان ياخد بطار ابنه وبيقول لياسين ان الحل الوحيد انهم يخلصوا من حسن ويقتلوه علشان هما يقدروا يعيشوا بسلام وفي نفس اللحظة بتكون عايدة داخل الياسين وبتسمع حماها وهو بيتكلم وبيقول انه عاوز يقتل والدها وساعتها بننتقل لحسن الدرهام اللي بيكون في العربية مع سيد السواق بتاعه لكن فجأة بيظهر كالناس وبيضرب نار على عجلة العربية لحد ما العربية بتتقلب وبيعمله حدثة كبيرة وفي نفس الوقت بنرجع تاني لعيدة اللي بتتخانق مع جزه ياسين وبتقوله انها سمعت بابا وعرفت انه عاوز يقتل والدها فبيقول لها ياسين ان والده منفعل وبيقول اي كلام وبيطلب من عيدة هذا لان والده مستحيل يعمل كده لكن في نفس اللحظة تليفون عيدة بيرن وبيكلمها سيد السواق بتاع والدها وبيبلغها انهم عملوا حدثة كبيرة وساعتها عيدة بتقول لياسين ان والده نفز اللي في دماغه وبتهدت جزها ان والدها لو حصل له حاجة مش هترحم عيلة الغول كلها وبعدها بتروح عيدة عالمستشفى علشان تطمن على باباها وبتعرف من سيد ان حد ضرب عليهم نار من بعيد وبيقول لها ان والدها حالته صعبة جدا ودلوقتي في قط العمليات وبعد شوية بيخرج الدكتور وبيقول لعيدة ان حالة والدها حارجة جدا ولازم يتنقل للعناية المركزة وساعتها بنشوف عيدة وهي مع والدها ومنهارة وبيكون دخل في غيبوبة ومحدش عارف هيقوم منها امتى وبعدها بتوصل باقي عيلة حسن الدرهام وبنشوف عيشة وفاطمة بنته وبيبان ان شوقي جوز فاطمة عاوز يستغل الزروف لحسابه وبيقول لها انه لازم يمشي علشان يخلي باله من الشركة بتاعتهم وساعتها شوقي بيروح هالشركة وبيدخل لمكتب علي وبيبان انه مبسوط علشان خلص من حسن وابنه مرة واحدة وبياخد مكانهم في الشركة بتاعتهم وبعدها بننتقل لعيشة اخت عيدة الصغيرة وبنشوفها قعدة في قدتها وبتفتكر سامح وبيبان ان عيشة وسامح كان بينهم علاقة وبيحبوا بعض من زمان لكن بعدها بنشوف عيشة وهي بتعيت وبتفتكر ان سامح نفس الشخص اللي قتل اخوها وبعدها بننتقل لعيدة وبترجع تاني ليسين جزها المستشفى وبيسألها عن ولدها حسن وبيكون قلقان وعاوز يتطمن عليه لكن عيدة بتفاجئ يسين وبتقوله انها مش هتقدر تكمل معاه وبتطلب منه الطلاق وساعتها يسين بيتصدم من كلامها وبيبان انه بيحب عيدة ومش عاوز يطلقها لكن عيدة بتكون مصممة على الطلاق وبتقوله انها لازم ترجع حق اخوها والدها من عيلته وبعدها بترجع عيدة على البيت وهي منهارة وبتبدأ تشيل كل السور اللي بتفكرها بيسين وبتكرر انها تنسى جزها نهائي علشان تقدر ترجع حق عيلتها من عيلة الغول وتاني يوم بننتقل ليسين في المستشفى وبيبان ان علاقته تحسنت مع والده اسماعيل وبيكون مصدق ان والده مالوش علاقة بالحدثة بتاعت حسن الدرهام وفي نفس الوقت بننتقل لساميحة مرات اسماعيل اللي بتكون مع معتز عشقها في عربيته وفي طريقهم علشان يزوروا سامح ابنها وساعتها ساميحة بتقول لمعتز انه لازم يقرب اكتر من ولاء بنت اسماعيل علشان يقدروا يسيطروا على عيلة الغول كلها وبعدها بننتقل لعيدة وبنشوفها وهي بتجهز علشان تروح شركتهم وتمسك الشغل مكان علي اخوها واول ما عيدة بتوصل للشركة بتتفاجئ بشوق جوز اختها اللي بيكون قاعد في مكتب علي واخد مكانه لكن عيدة ساعتها بتهزق شوقي وبتقوله ان من هنا ورايا حيا اللي هتمسك الشركة مكان علي وبتقمر شوقي روح على المكتب بتاعه وبعد شوية بتروح عيدة للمستشفى علشان تزور والدها وبتعرف من الدكتور ان الحادثة كانت قوية وتسببت بشلل نصفي لولدها وبيقول لها كمان ان الحادثة قصرت على مراكز النطق يعني والدها مش هيقدر يمشي ولا يتكلم تاني وساعتها عيدة بتحزن جدا على حسن الدرهام باباها وبتوعده انها هتنتقم من اسماعيل الغول واولاده وتاني يوم بننتقل لاسماعيل وبنشوفه مع ياسين ابنه بعد ما خرج من المستشفى وساعتها اسماعيل بياخده على بيته الجديد اللي جابهوله وبيحاول بأي طريقة انه يأثر على ياسين علشان يرجع يشتغل معي وبيقول لياسين انه هو كبر ومحتاج حد يشيل عنه الشغل فبيوعده ياسين انه هيفكر في كلامه لانه هو كمان عنده شغله الخاص وكان بقاله سنين بعيد عن والده وبعدها بننتقل لأدهم حفيد اسماعيل الغول وبنشوفه مع نورة حفيدة حسن الدرهام وبيباني ان أدهم ونورة لسه بيحبوا بعض بالرغم من كل المشاكل اللي بين العيلتين فبيقول لها أدهم انهم لازم يدفعوا عن حبهم حتى لو هيقفوا في وش العيلتين وبعدها بتروح نورة وبتقابل خلتها عيدة وبتسألها هي ازاي تخلت عن حبها لياسين وقدرت تسيبه بعد كل السنين اللي بينهم فبيقول لها عيدة انها كان لازم تعمل كده علشان العيلة وبتنصح نورة ان هي كمان لازم تنسى أدهم لانهم لازم يرجعوا حق خلها وجدها وبالليل بننتقل لسماعيل الغول وبنشوفه مع سميحة امراته في البيت وبيقول لها اسماعيل انه نفسه يصالح ابنه ياسين ويرجع ويمسك الشركة تاني معاه فبتقترح سميحة انها تنزل الشغل بدل ياسين وبتقول لسماعيل ان الشغل وحشها ونفسها ترجع للشركة وتاني يوم بنشوف سميحة مع اسماعيل في شركته وبينده معتز المساعد بتاعه علشان يجهز المكتب لساميحة امراته وبيقول لمعتز ان سميحة هترجع تشتغل معاهم وبيأمره ينفس كل طلبتها وبعدها بننتقل لعيدة في مزرعة العقارب بتاعتها وبنشوفها مع ريمون المساعد بتاعها وان عيدة هي الوحيدة اللي وفقت تشغلوا عندها بعد ما خرج من السجن فبتقول له عيدة انها عاوزة تطلب منه خدمة لكنه ممكن يرجع السجن بسببها فبيقول لها ريمون انه مستعد يعمل اي حاجة علشانها وبيوعد عيدة انه هينفس كل طلبتها وتاني يوم بنشوف ريمون مع عيدة عند بيتها وبنعرف ان عيدة عاوزة تخطى في المساعدة اللي في بيت اسماعيل الغول فبيقول لها ريمون انه راحه بص على المكان وبيطمن عيدة انه هيعمل الاتفق عليه وبعدها بتروح عيدة وبتصبح على والدها اللي بيكون فاقد النطق ومش قادر يتكلم فبتقول له عيدة انه قريب هتسمعه اخبار حلوة وهترجع حقهم من عيلة الغول وبعدها بنشوف عيدة مع سيد السواق بتاع والدها وبتطلب منه يحكي لها كانوا فين يوم الحدثة فبيحكي لها سيد انهم كانوا بيقابلوا شريف صاحب شركة كاميرات المرقبة وفي نفس الوقت بننتقل لشريف في شركته وبنشوفه مع نيرفانة حبيبته وبيبان ان شريف مبسوط بالمشاكل اللي بين حسن الدرهام واسماعيل الغول وبيقول لنيرفانة ان المشاكل دي في مصلحتهم هما وبعدها بنرجع لعيدة اللي بتقرر تكلم شريف وبتطلب منه يقابلها وبالليل بنشوف شريف عند عيدة في المكتب اللي بتهدده انه لازم يقف معيها ضد اسماعيل الغول يا اما هتعتبره عدوها وهتأذيه لكن شريف بيتوتر ومش بيعرف يرد عليها وبيوعد عيدة انه هيساعدها لو عرف اي معلومة وبعدها بننتقل لنورة حفيدة حسن الدرهام وبنعرف انها تجوزت أدهم من وراء عائلتها وبيبان ان نورة قلقانة وبتكون خايفة ان علتها تعرف انها تجوزت حفيد الغول لكن أدهم بيفكرها ان ده حلمهم من وهم اطفال وبيطمن نورة ان كل واحد فيه ما يعيش مع اهله عادي لحد ما يلاقوا حل للموضوع وبعدها بننتقل لمزرعة العقارب بتاعت عيدة وبنشوف ريمون وهو خاطف البنت اللي قالت له عليها وبنعرف انها فاتن المساعدة اللي بتشتغل في بيت اسماعيل الغول وساعتها ريمون بيهددها انه هيقتلها بالعقارب وبيسألها عن مكان سامح الغول وبيقول لفاتن ان هي بتشتغل في بيت اسماعيل واكيد شافتهم وهم بيهربوا لكن فاتن بتقوله انها بتكره سامح أساسا ولو تعرف مكانه اكيد هتقولهم وساعتها فاتن بتفتكر اليوم اللي سامح هرب فيه وبتقولهم ان معتز مساعد اسماعيل الغول هو اللي هربه واكيد معتز يعرف مكان سامح وساعتها ريمون بيتفق مع فاتن انه هيدفع لها فلوس في مقابل انها تنقلهم كل اللي بيحصل في بيت اسماعيل الغول وبعدها بنشوف عيدة وهي مع ريمون وبتطلب منه يرائب معتز مساعد اسماعيل وبتقوله ان معتز هو اللي هيوصلهم لسامح وبعدها بننتقل لشركة اسماعيل وبنشوف معتز المساعد بتاعه مع بنته ولاء وبنعرف ان ولاء لسه جديدة في الشغل وبتقضي معظم وقتها في الشركة مع معتز وساعتها سامحة مرات اسماعيل بتروح لهم وبيبان انها غيرانة على معتز من ولاء لكن سامحة ساعتها بتقوله انه لازم يقرب اكتر من ولاء علشان يقدروا يسيطروا على شركة الغول كلها وبعدها بننتقل لسماعيل في مكتبه وبنشوفه مع ياسين ابنه الكبير وساعتها ياسين بيقوله انه موافق يرجع يشتغل معاه لكن بشرط انه يكون مسئول عن كل قرارات الشركة وافق اسماعيل بكل شروط ابنه وبيكون ساعت ان ياسين رجع يشتغل تاني معاه وبعدها بننتقل لعيدة في بيتها اللي بتروح لولدها وبتقوله انها جاية تبشره لانها قربت توصل لسامحة الغول وساعتها حسن الدرهام بيتكلم من كتر الفرحة فبتتصدم عيدة ان والدها بيقدر يتكلم عادي وبنعرف ان حسن كان مخبي عن كل الناس انه بيتكلم طول الفترة اللي فاتت وبيطلب من عيدة ما تقولش الحد لحد ما ترجع حق اخوها وتاني يوم بننتقل لريمون وهو بيرائب معتز وبيشوف اسماعيل الغول وهو بيركب مع معتز في عربيته فبيفهم ريمون انهم رايحين لسامح الغول وبيكلم عيدة وبيقول لها انه بيتحرك وراهم وساعتها عيدة بتطلب منه يبعث لها اللوكيشن وبتقول لريمون انها هتبعث له حمدان مع باقي الرجالة وساعتها عيدة بتندق حمدان وبتقوله انه لازم يروح ورا ريمون ويجيب لها سامح الغول حية او ميت وفي نفس الوقت بننتقل لسماعيل اللي بيكون مع معتز وفطريقهم لسامح ابنه لكن ساعتها معتز بيلاحظ عربية ماشي وراهم وبيقول لسماعيل ان في حد بيرائبهم وساعتها اسماعيل بيقلق ان حد يعرف مكان ابنه وبيكلم ياسين ابنه الكبير علشان يلحق اخوه وفعلا ياسين بيروح وبياخد اخو الصغير وبيقول لسامح انه لازم يستخبى بسرعة في مكان تاني وبعدها بنشوف ياسين وهو بيتخانق مع سامح وبيسأله هو ازاي وليه قتل علي كدرهم فبيقول له سامح انه كان قتل خطأ لانه وقق علي على الارض وما قصدش انه يقتله وبيحكي له سامح انه هو وعلي كانوا داخلين شغل مع بعض لكن علي نصب عليه بعد ما اخد منه الفلوس ورفض يسلمه البضاعة وزاعتها ياسين بيصدق اخوه وبيوعده انه هيقف جنبه وهيحميه وبعدها بيكرر ياسين انه يروح لعيدة وبيقول لها ان سامح بقى معاه ومش هتقدر توصله وبيحاول يعقل عيدة علشان تنسى موضوع الطار ويرجعه البعض تاني لكن عيدة بتقوله ان طارها عند سامح اخوه ومش هترتاح غير لما تقتله وفي نفس الوقت بننتقل لفاطمة درهام اخت عيدة اللي بتلاقي حبوب منع الحمل في شنطة نورة بنتها وبتكتشف انه نورة تجوزت ادهم الغول في السر وساعتها فاطمة بتتصدم في بنتها ومش بتصدق انها عملت كده من وراهم لكن نورة بتتراعب من اللي مامتها ممكن تعمله وبتكرر تاخد الدهب اللي خلها جبه لها قبل ما يموت وبتهرب من البيت بسرعة وبعدها بتروح نورة وبتقابل ادهم جزها وبتكون مرعوبة ومش عارفة هتعمل ايه مع عائلتها فبيقنعها ادهم انهم لازم يهربوا وبيقول لنورة انهم لازم يبعدوا عن العائلتين ويبدأوا حياتهم لوحدهم وساعتها نورة بتقتنع بكلام ادهم وبتكرر تهرب معاه وما ترجعش تاني لعائلتها وساعتها ممدوح والد ادهم بيقابلهم وبيدي لابنه فلوس علشان يبدأ حياته بعيدة عنهم وبيبان ان ممدوح بيشجع ادهم ابنه وبيطلب منه يهرب مع نورة مراته وفي نفس الوقت بننتقل لعائلتها وهي مع فاطمة اختها وبتعرف منها ان نورة بنتها هربت مع ادهم حفيد الغول فبتطمنها عائلتها انها هتقدر ترجع نورة وبتطلب من فاطمة توقف كل حسابات بنتها اللي في البنور وتاني يوم بننتقل لفاطمة وبنشوفها مع عفاف مرات اخوها اللي اتقتل وبيباني ان عفاف متضايقة من فاطمة وبتتخانق معها بعد ما عرفت ان نورة بنتها هربت مع حفيد الغول وبتتهم فاطمة انها نسي تحقق اخوها وسمحت لبنتها انها تتجاوز من عائلت الغول وفي نفس الوقت عيشة اخت فاطمة بتشوفهم فبتحكي لها فاطمة ان بنتها هربت مع حفيد اسماعيل الغول وبتتمنى ان بنتها كان يبقى عندها اخلاق زي عيشة لكن ساعتها عيشة بتفتكر علاقتها بسامح الغول وبيرجع بينا المسلسل لعيشة وهي خرجة مع سامح قبل ما يقتل علي اخوها وبيباني ان عيشة كانت بتحب سامح وكان بينهم علاقة لانه كان وعدها بالجواز لكن سامح ساعتها بيغير رأيه وبيقول لها انه مستحيل يتجوز من وحدة غلط معها فبتنهار عيشة وبتهزق سامح وبتقوله انها هتحكي الوالده عن اللي حصل بينهم لكن سامح بيهددها انه ممكن يفضحها وبيقول لعيشة انه مصور كل حاجة حصلت بينهم ولو فكرت تتكلم هينزل فيديوهاتها وبعدها بنرجع تاني لعيشة في الحاضر اللي بيباني انها خافت من سامح الغول فعلا وما حكتش لأي حد عن اللي كان بينهم وبالليل بننتقل لحي القلعة وبنشوف نورة وادهم وهم في بيتهم الجديد وبيباني ان نورة خايفة من رد فعل علتها لكن ادهم بيطمنها ان محدش هيقدر يوصل لهم وبيقول لنورة انهم اول ما يتخرجوا من كلية الطب هيسفروا برا مصر وساعتها العيلتين هتنساهم نهائي وتاني يوم بننتقل لعيدة في شركتها وبنشوف شريف صاحب شركة كاميرات المرأبة وهو عندها وبيقول لعيدة انه كان بيراجع الكاميرات بتاعت شركتها واكتشف ان عندها موظف من قسم الـ IT بيقدر يعمل هاك على الساستم وبيغير موعيد حضوره وانصرفه وساعتها شريف بيحذر عيدة تخلي بالها من الموظف لانه ممكن يعمل حاجات على الساستم اخطر من كده وساعتها عيدة بتندهي الموظف اللي اسمه حازم وبتهدده انها ممكن تسجنه لانه بيعمل هاك على ساستم الشركة لكن عيدة بتقول لحازم انها مش هتبلغ عنه لكن بشرط انه يعمل هاك لساستم شركة تانية وبتطلب منه عيدة انه يهكر شركة الغول ويجيب لها كل المكالمات والتسجيلات بتاعتهم وفي نفس الوقت بننتقل لإسماعيل الغول وبنشوفه في مكان مقطوع وبيقابل واحد اسمه زكريا وبنعرف ان زكريا مجرم وبيساعد اسماعيل في المشاكل بتاعته فبيستغرب اسماعيل لان زكريا هو اللي طلب يقابله وبيسأله عن السبب فبيقول له زكريا ان فيه واحد اسمه حسان طلب يقابله وبيعرف اسماعيل ان حسان يبقى اكبر تاجر مخدرات في البلد فبيستغرب اسماعيل لان فيه تاجر مخدرات عاوز يقابله وبيعرف انه بيسأل عن سامح ابنه وبعدها بيروح اسماعيل على شركته وهو متعصب وبيقول لساميح امراته ان سامح ابنه عمل مصيبة تانية وبيحكي لها ان فيه تاجر مخدرات كبير بيسأل عن سامح واسماعيل هيقابله النهاردة علشان يعرف عاوز ايه وبالليل بيوصل حسان تاجر المخدرات لشركة اسماعيل وبيباني ان اسماعيل مستغرب وبيسأله عن سبب زيارته فبيحكي له حسان ان سامح ابنه يبقى سبونه من زمان لكنه طلب من فترة انه يتاجر في المخدرات معاه وعرض على حسان انه هيجيب له هروين من بر مصر وقابت خمسة مليون دولار تم النص البضاعة فبيتصدم اسماعيل ان ابنه كان بيتاجر في المخدرات ومش بيصدق ان سامح اخد مليون دولار وساعتها حسان بيقول لسماعيل انه لازم يوصل لسامح وبيقوله انه عاوز الخمسة مليون دولار اللي سامح اخدهم يأمل بضاعة اللي كانوا متفقين عليها وبيديل اسماعيل مهلى لحد بكرة وبيهدده انه ممكن يوصل لسامح بطريقته وفي نفس الوقت بننتقل لشريف وبنشوفه وهو بيتجسس على مكتب اسماعيل من الشركة بتاعته وبيسمع كل حاجات قالت وبعدها بنشوف اسماعيل وهو مع ابنه ياسين وبيطلب منه يوصله المكان سامح بسرعة وبعدها بنشوف ياسين وهو مع والده في الطريق لكنه بيلاحظ ان رجالة عيدة ماشيين وراهم ومش بيعرف يهرب منهم فبيقرر ياسين انه يكلم شيكا المساعد بتاعه وبيطلب منه ينزل دلوقت ويقابل والده ويوصله للمكان اللي هيقوله عليه وساعتها ياسين بينزل والده في نص الطريق فبيروح اسماعيل وبيركب مع شيكا اللي هيوصله المكان سامح ابنه وفي نفس الوقت بننتقل لعيدة اللي بيجيلها رسالة بتقول لها ان ياسين هرب سامح اخوه برا مصر وبعدها بننتقل لاسماعيل الغول اللي بيوصل لسامح ابنه وبيسأله عن موضوع المخدرات اللي متورد فيها فبيحكيله سامح ان علي الدرهام هو السبب في كل اللي حصل لان هو اللي رفض يسلم لسامح المخدرات بتاعته وساعتها بنعرف ان سامح كان مشارك علي في بداعة جاية من برا مصر لكن سامح كان مخبي جواها المخدرات بتاعته من ورا علي وبيحكي سامح ان علي اكتشف المخدرات بعد ما البداعة وصلت وساعتها علي رفض انه يسلم المخدرات لسامح فبيرجع بينا المسلسل ليوم الحدثة وبنشوف سامح وهو بيتكلم مع علي وبيترجاي يديله المخدرات بتاعته لانه التجار ممكن يقتلوه لو مسلمهمش البداعة لكن علي بيرفض انه يسلم لسامح المخدرات وبيقوله انه هيبلغ العيلة بكل اللي عرفه فبيقترح سامح انهم يعودوا سوا ويتكلموا وبيتفق مع علي انهم يتقابلوا في الشركة وفعلا علي بيسيب الفرح وبيقابل سامح في الشركة لكنه برضه بيكون مصمم على رأيه وبيرفض يرجع المخدرات لسامح لحد ما سامح بيمسك تمثال وبيضرب علي على دماغه فبيتوتر وبيسيب علي وهو بينازع الموت وبيهرب وبعدها بنرجع تاني للحاضر وبنعرف ان سامح محتاج 10 مليون دولار علشان يخرج من الازمة اللي هو فيها وده لان التجار اللي برا مصر اللي اشترى منهم البضاعة لسه ما سددش فلوسهم لحد دلوقتي لكن اسماعيل بيطمن ابنه انه هيفضل جنبه وبيقول لسامح انه عنده فكرة في دماغه ولو نفزها هيخرجه من المشكلة وبالليل بننتقل ليسين اللي بيكون مروح لبيته وبيتفاجئ ان عيدة مستنياه في البيت وعملاله مفاجأة وساعتها عيدة بتقول ليسين انها موافقة ترجع له تاني لكن بشرط ان سامح اخوه يسلم نفسه للبوليس وبيبان ان عيدة بتكذب على يسين علشان تلاقي طريقة وتعرف منه مكان سامح لكن يسين بيقول لها انها وحشته ونفسه يتكلم معها وبيطلب من عيدة يأجله كلام عن سامح لحد الصبح وفعلا عيدة بتقضي اليوم مع يسين وبيفضله صهرانين طول الليل وتاني يوم بنشوف عيدة وهي لسه صحية وبتمسك موبايل يسين اللي بيكون لسه نايم وبتقلب فيه وساعتها عيدة بتشوف الشات اللي بين يسين والمساعد بتاعه وبتعرف ان شيكا يعرف مكان سامح فبتكرر عيدة انها تمشي من عند يسين وهو نايم وبتكلم الرجالة بتاعتها علشان يتحركوا ويقابلوا هدلوقتي وفي نفس الوقت يسين بيصحى من نومه وبيكتشف ان عيدة كانت بتقلب في تليفونه وخرجت من وراء فبيفهم انها كانت بتستغله علشان تعرف مكان سامح مش اكتر وبعدها بننتقل لعيدة اللي بتوصل لشيكا المساعد بتاع يسين وبتسأله عن مكان سامح الغول لكن شيكا بيرفض يقول لها عن مكان سامح وبيقول لعيدة انه مستحيل يخون يسين لكن رجالة عيدة بيفضلوا يدربوا شيكا لحد ما بيصعب عليها وبتكرر تسيبه وساعتها شيكا بيطلع تليفونه وبيكلم يسين علشان يحكيله عن اللي حصل وفي نفس الوقت بننتقل لإسماعيل الغول وبنشوفه وهو بيقابل شوقي اللي بيكون متجوز من فاطمة أخت عيدة وبيبان إن شوقي بيقابل إسماعيل كتير وبيساعده وبعدها بنشوف إسماعيل مع سامح أمراته وبيحكي لها أن سامح ابنهم كان بيتاجر في المخدرات بجد وإنه محتاج عشرة مليون دولار علشان يخرج من المصيبة اللي هو فيها لكن إسماعيل بيقول لمراته إن عنده فكرة في دماغه ولو قدر ينفزها مش هيدفعه ولا مالين وفي نفس الوقت بنشوف مساعدة البيت وهي بتتجسس عليهم وبتسمع كل حاجة علشان تبلغ عيدة وتاني يوم بننتقل لعيدة وبنشوفها وهي بتبلغ والدها باللي عرفته عن سامح وبتقوله إن سامح الغول قتل أخوها بسبب المخدرات لإن علي رفض يسلمه المخدرات لما لقاها وساعتها عيدة بتقول لولدها إنها لازم تثبت إن سامح كان بيتاجر في المخدرات علشان تضمن إن القضية تتحول لجلب وسامح الغول ياخد أعدام فبيقول لها والدها إنهم لازم يلاقوا المخدرات اللي علي كان مخبيها علشان يقدروا يثبتوا التهمة على سامح فبتبدأ عيدة تفكر ممكن أخوها يخبي فين المخدرات وبتكرر تدور في كل المخازن والشقق بتاعتهم وبعدها بنشوف عيدة وهي ركبة في عربيتها وبيظهر ياسين فجأة وبيوقفها في نص الطريق فبتنزل عيدة وبتتكلم مع ياسين اللي بيكون متدايق إن عيدة كثبت عليه واستغلته وبيقول لها إن مهما عملت مش هتقدر توصل لسامح أخوه فبتقول له عيدة إن هو بيحمي تاجر مخدرات وبتحكي لياسين إن سامح قتل أخوها بسبب المخدرات وساعتها ياسين بيروح لأخوه وبيتخانق معاه ومش بيصدق إن سامح كان بيتاجر في المخدرات بالرغم من إنه غني ومش محتاج لأي حاجة لكن ساعتها اسماعيل الغول بيوصل وبيدافع عن سامح وبيطلب من ياسين يباد عنه فبيتعصب ياسين وبيتخانق مع والده وبيقوله إنه من هنا ورايح مش هيحمي تاجر مخدرات وبيسيبهم وبيمشي وساعتها اسماعيل بيكلم معتز المساعد بتاعه وبيطلب منه يعدي على سامح دلوقتي وياخده المكان تاني أقاما وبالليل بننتقل لسماعيل في شركته وبنشوفه مع حسان تاجر المخدرات اللي بيقول لسماعيل إنه عاوز فلوسه أو البضاعة بتاعته وساعتها اسماعيل بيقوله إن البضاعة عند عيلة درهام وبيفهمه إن علي درهام نصب على سامح ابنه وأخد منه كل البضاعة لحسابه وبيقوله كمان إن عيدة درهام هي اللي بتمشي العيلة كلها وأكيد هي الوحيدة اللي تعرف مكان البضاعة وساعتها اسماعيل بيحاول يقنع حسان إنهم يتفقوا مع بعض وبيقوله إنه هو كمان عاوز يخلص من عيدة درهام وبعدها بننتقل لعيدة وهي مروحة لبيتها لكن عيشة أختها بتوقفها وبتسألها لو قدرت توصل لسامح الغول وبيبان إن عيشة متغازة لإن سامح لسهربان وما دفعش تمن أي حاجة من اللي عملها وساعتها عيدة بتلاحظ إن أختها مخبية حاجة وبتسأل عيشة لو عاوزة تحكي لها فبتكرر عيشة إنها تحكي لها عن علاقتها بسامح وبتقول لعيدة إن هي وسامح زمان كانوا بيحبوا بعض في السر وكانوا بيتقابلوا لوحدهم في شقة الزمالك وبتقول لعيدة إن سامح في النهاية تخلى عنها ورفض إن هو يتجاوزها لكن ساعتها عيدة بتتسدم في أختها الصغيرة وبتقول لعيشة إنها تستاهل كل اللي حصل لها وبترفض تتكلم معيها وبعدها بننتقل لي ياسين وبنشوفه مع شيكا المساعد بتاعه وبيعتذر له ياسين بسبب اللي عيدة عملته معاه وبيقول لشيكا إنه هيختفي الفترة علشان يبعد عن كل المشاكل اللي بتحصل وتاني يوم بننتقل لشركة الدرهام وبنشوف شوقي وهو بياخد ورق من سكرتيرة علي وبيبان إنها سرقت الورق من خزنة علي وبنعرف إنه الورق بتاع الشحنة اللي كان فيها المخدرات وساعتها شوقي بيأكد على السكرتيرة ما تحكيش لحد إنه أخد الورق وبيقول لها إنه بكده بينقذ الشركة وتاني يوم بننتقل لعيدة وريمون المساعد بتاعها وبتقول له إنها لازم تجنت حد من شركة إسماعيل الغول وساعتها ريمون بيقول لها إنه عنده الحد المناسب وبيفكرها بممدوح اللي متجوز من بنت الغول الكبيرة وبنعرف إن ممدوح بيشتغل محامي في شركة الغول حما فبيقول لها ريمون إنه كان بيرائب ممدوح واكتشف إنه متجوز واحدة تانية على بنت إسماعيل الغول وساعتها عيدة بتتصدم إن ممدوح متجوز على مراته وبتكرر تستغل ده المصلحتها وبالليل بننتقل لعيدة وهي بتقابل ممدوح وبتحكي له إنها عرفت بموضوع جوازته التانية وبتهدد ممدوح إنها ممكن تحكي لهناء مراته وساعتها إسماعيل الغول مش هيرحمه إن عيدة بتهدده علشان تعرف مكان أدهم ابنه ونورة بنت أختها لكن عيدة بتقوله إنها هتعرف ترجع نورة بطريقتها وبتطلب منه إنه ينقل لها كل حاجة بتحصل جوه شركة الغول وبتقول لممدوح إنه لازم يجيب لها أي ورق ممكن يدين إسماعيل الغول علشان تقدر تسجنه وفي نفس الوقت بننتقل لفندق فخم في قلب القاهرة وبيزهر ماركو اللي بيكون لسه راجع من أوكرانيا وساعتها بنعرف إن ماركو نازل لمصر مخصوص علشان يرجع فلوس البضاعة اللي سامح الغول استلمها وبعدها بننتقل لعيدة اللي بتكون مروحة على بيتها لكن بيبان إن حسان تاجر المخدرات كان مستنيها عند البيت وبيقول لعيدة إنه عاوزها في موضوع ضروري وبس كده ولو حابين تشوفوا ملخص الجزء التاني اكتبونا في الكومنس ولو لسه بتشوفوا الفيديو ما تنسوش تعملونا فولو على انستجرام وهتلاقوا اللينكس في الديسكريبشن